أنا طول ما أنا عندي مشكلة أنا مش شايفة أي حاجة حلوة حوالي أنا شايفة أنا عندي مشكلة وعايزة أعديها يعني كم من المشاكل اللي بيجينا على البرنامج يا تامر بس دايماً بنرده إحنا بنتكلم دايماً في التنمية البشرية والطاقة الحلوة وإزاي نعالج نفسنا من اكتئاب وإزاي ندخل سنة جديدة بشكل أفضل لكن أنا فعلاً حقيقي أنا لما جيت مرة كانت واحدة بعثتنا رسالة وكانت مهمة أو رسالة دي كعن دا مشاكل كتير وانفصلت وخسرت كل فلوسها واتخد منها عيالها يعني أصد هي أكيد الستة دي شايفة أن حياتها سواد مفيش أي عاجة فيها حلوة بس لما أنا قلت لها عارفة المرحلة اللي هتعديها دي عارفة لما تقابلي بقى العوض الحلو وابن الحلال بجد اللي يصونك وعارفة لما تشوف الحلو اللي بعد كده هتقولي أن دي كان لازم ربنا بيأهلني فيها أننا أنشف وأجمد عشان نعرف أقف على رجلي عشان نعرف أستقبل مرحلة جديدة الناس كتير جدا هي تامر مش فهمة إيه اللي جاي لأنها أكيد طبعاً إحنا من بقى شايفيني اللي جاي يعني ما بيبقوش مقتنعين إن لسه في مراحل جديدة هيمروا بيه دي حقيقة خليني أقولك إن إحنا إحنا لازم نبقى مقتنعين بحاجة إحنا بنسعى طول حياتنا وبنكتهب عشان نوصل للحاجة اللي تخلينا سعدة مش أكتر من اللي تخلينا نكحين وفي الوقت اللي إحنا بنسعى فيه بيجي وقت ربنا بيشاور علينا ولما ربنا بيشاور علينا بتبقى دي المرحلة اللي إحنا فيها بنحس إن إحنا سعدة ونكحين ولما الزمن بيقس علينا والدرس بيحب يعلمنا علام جامد هي دي المرحلة اللي ربنا بيطبطب علينا فيها بيطبطب علينا بطريعة غير مباشرة من ناس كويسة حوالينا من موقف كويس بنتحط فيه ومن هنا بنعرف قيمة المراحل اللي احنا بنعدي بيها وخلينا دايما نبقى فاكرين ان كل نهاية هي بداية لحاجة أحلى فالناس ما تزعلش من الحاجات اللي بتنتهي لأنها أكيد وراها فرصة أحسن كل نهاية بداية لحاجة أحلى دي حقيقة يعني دي كده علشان نحفظها أنا كمان هحفظها وزي ما احنا زي الناس اللي بتقولك السنة دي مزي السنة اللي جاية والسنة لكل شاء لا احنا خلصنا سنة عشان نبدأ سنة أحلى وده اللي لازم ببقى مقتنعين دي طب ازاي اعمل لنفسي أبجريد يعني ازاي اطور من نفسي يا تامر يعني يعني انا طول الوقت بيكرهونا اول ما نقولهم يلعبوا رياضة ويبتدوا حياة بنشاط يعني يقول لك جناية بصي خلص عرفنا ان الرياضة كويسة وحلوة ايه تاني غير الرياضة ازاي اجد من نشاطي ومن شابانة وده سر اللي الناس ما بتاخدش بالها مني بلاش نبص الورد قالينا دايما نبقى بصين لقدام وشايفين انه قدام ده لسه مشواره طويل وعايزين نستمتع به وايا كان اللي حصل ورا ما نبصلوش بس نبقى فاكرينه ان احنا نفتكر الدروس اللي فعلناها مني وطول ما احنا بصين لقدام نتخيل او دايما وابدا نرسم لينا حاجة مختلفة علشان نقدر نمشي قدام صح اللي بيبص بورا بيكعبل وللأسف ما بيعملش اي حاجة واغلبيتنا دايما بيبقوا عايشين في اللي حصل لهم ما بيركزوش في اللي عايزين ويحصل لهم دي حقيقة برضو لان فعلا كل طول ما احنا بصين لورا وبصين اللي كنا فين يعني ده طبعا نقوله للناس اللي يعني انا بشوف ناس يقولك انا خلاص كبرت بقى يعني انا هبتدي من جديد تاني طب تقولي الناس دي برضو اي يا تامر اللي يقولك انا خلاص بقى كبرت بقى اصلا هبتدي امتا كبرت دي مش معناها هي نهاية الحياة كبرت دي معناها ان انا نضقت كبرت دي معناها ان انا عديت بمراحل عديت بخبرة بخبرات تخليني اعرف استمتع بالوقت واللي جاي علي لكن مفيش حاجة اسمها انا كبرت فخلاص عمرها لان عند كل وقت احنا بنعدي بمرحلة او بنعدي بحاجة المرحلة دي بتغيرنا دايما وابدا وبتوضينا الحاجة احسن انت عارف ان اللي بيقولي انا كبرت دي ممكن يبقى شاب عنده 39 سنة او 41 سنة يقولي مثلا ما اتجوزتش لغاية دلوقتي يقولي اما خلاص بقى انا اكبرت بقى وانا عارف ان الموضوع مش هيبقى لطيف لان زهقته مليش خلق يعني انت بتخيل يتمر السن اللي بقوم يقوله فيه انا اكبرت ومعنديش خلق علشان كده السن عمره ما بيترفت برقم وعلشان كده الناس اللي بتعيش سعيدة هي الناس اللي بتجبر عمريا وبتفضل صغيرة نفسيا او داخليا لو انا قدامي قرار ولازم اخد قرار يعني انا دلوقتي ايمان انا دلوقتي بفكر اكمل في الحياة الصعبة دي ولا اخد قرار الانفصال طب دلوقتي انا بشتغل شغلانا كويسة جدا بتدخلي دخلي مساعدني انا في بيتي وولادي بس عندي ان البيت متضرر فانا لازم اقعد بس خايف اسيب الشغل لاخسره بعد كما عافش ارجع له يعني فيه مرحلة كده بيبقى فيه قرار صعب يعني استمر اقف طب اسافر عندي مثلا شغل كويس جايلي ولا اكمل هنا اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه طب انا بعد ما انفصلت قدي الولاد لابوهم ولا اكمل هنا طب اكمل لوحد ازاي